شهدت محافظة أسيوت افتتاح مكتبة مصر العامة كأول مكتب عامة بالمحافظة تضم أمهات الكتب والكتب التراثية وكذلك كتب الأطفال وتضم المكتبة أكثر من 30 ألف كتاب في مختلف المجالات الثقافية وتخدم المواطنين من كافة الأعمار بهدف نشر الثقافة والمعرفة نشر الثقافة والتوعية هدف تسعى إليه الدولة في إطار خطة قومية لبناء الإنسان المصري وتحقيقاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 تنفيذاً لتوجهات الرئيس السيسي هنا في أسيوت شهدت المحافظة بدأ التشغيل التجريبي لمكتبة مصر العامة كأول مكتبة عامة بالمحافظة مكتبة تضم في طياطها أمهات الكتب وآلاف الكتب في مختلف المجالات والكتب التراثية وكتب الأطفال حيث تضم أكثر من 30 ألف كتاب في مختلف المجالات الثقافية مكتبة مصر العامة بأسيوت أول مكتبة عامة بمحافظة أسيوت المكتبة تخدم جميع فئات المجتمع في أسيوت من أعمار من بداية من 3 سنين لحد فوق سن 60 المكتبة فيها 30 ألف عنوان 30 ألف كتاب تشمل جميع المجالات بالإضافة للمخطوطات والكتب التراث الموجودة بالمكتبة بالإضافة لتواجد نادي للطفل مدعم بالأجهزة التكنولوجية الحديثة بالألعاب الخاصة بتنمية المهارات والزكاء وتعديل السلوك بالإضافة لوجود بعض الأنشطة الكثيرة ثقافية فنية رياضية للأطفال وتخدم مكتبة مصر العامة بأسيوت المواطنين من كافة الأعمار بهدف نشر الثقافة والمعرفة للأمانة طبعا حاجة جميلة جدا أن يبقى فيه مكتبة جيرة بالشكل ده وجميلة وعلى قدر العالي من النظافة والاهتمام والناس اللي فيها الناس محترمين جدا وأن هي تبقى فيه حاجة زي كده في أسيوت تهتم بالطفل والأطفال في الوقت الفراغ في وقت الأجازة هذا يفتح مبدأي ولسه يبقى فيه حاجات تانية تدخل فيها وألعاب وحاجات فيه كونة فرع ملاقي حاجات تنفع الأطفال الصغيرين صياغة ثقافة المجتمع دور تقوم به المكتبات العامة من خلال ما تتيحه للأفراد من فرص للتواصل وتعلم المهارات الخاصة مما يجعل الثقافة نمط حياة للمجتمع مما يجعل الثقافة للمجتمع وحاجة ثقافة